ايوه يا أستاذ يوسف، قلنا بقى فين أحلى حتة نشري فيها اصبر علي يا فطوطة، وأنا هشرح لك كل حاجة بالراحة طبعاً انت عارف يا فطوطة ان دي مصر؟ ايوه طبعاً عارفين يا أستاذ يوسف، خلص بقى وقول شوف يا فطوطة، ده الطريق الدايري اللي بيلف حوالينا القاهرة تمام يا أستاذ يوسف وده طريق الإسماعيلية، وده طريق السويس، وده طريق العين السخنة عارفين والله ما انت قلتهم في كل فيديو، انجز بقى اصبر علي، استنى و هتفهم كل حاجة وده الدائر الأوسط، وده الدائر الإقليمي اللهم اطولك يا روح، يلا يا عم طب لما نقرب كده شوية، هتلاقي ان الدائري ده على يمينك كده وانت رايح ما بين طريق السخنة وطريق السويس على يمينك التجمع الثالث وقتامية هايتس والتجمع الخامس وبعد كده كايرو فستيفل وأكاديمية الشرطة وكونباوند النخيل وميراش سيتي، تمام؟ حلو يا أستاذ يوسف، يعني انت أصدق من طريق السخنة لغاية طريق السويس، كل المنطقة دي اسمها القاهرة الجديدة؟ ايوة كده بالزبط، كلامك صح يا فطوطة، ولما عملنا الطريق الدائر الأوسط، اللي يدوبك خلص من سنة ولا اثنين، فهو الحد الفاصل دلوقتي بين القاهرة الجديدة وبين العاصمة الإدارية الجديدة طب وايه هي أحلى حتة للإستثمار دلوقتي يا أستاذ يوسف؟ شوف يا غالي، الشرع الأزرق ده هو المحور الوسطاني اللي بيقسم القاهرة الجديدة النصين، نص شرقي ونص غربي، وهو جاي من طريق السويس لغاية طريق العين السخنة، وبيكمل للدائر الأوسط اللي هو الأحمر، وفيه شرعين تاني بيقسموا القاهرة الجديدة لنص بحري أو شمالي ونص جنوبي، اللي هو شرع التسعين الجنوبي اللي هو ده، وشرع التسعين الشمالي اللي هو ده، تمام، ما أنا فاهم كده القاهرة الجديدة كويس، وعارف حتت كتير فيها، بس اللي إنت ما تعرفوش يا فطوطة، القاهرة الجديدة كانت عاملة ازاي من عشرين سنة؟ كانت عاملة ازاي يعني؟ هوريك ما اسمعاش كلها اولا التجمع الخامس الحتة دي بس هي اللي اسمها التجمع الخامس شوف التجمع الخامس ده كان عامل ازاي من عشرين سنة سنة الفين واثنين مثلا يه ده التجمع الخامس كان يدبك متقسم وتبانى فيه مباني قليلة ولا فيه شوارع ولا شجر ولا خضرة لا شوف كمان معايا المنطقة الوسطانية اللي بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي اللي النهاردة بقت مليانة بنوك وشركات ومليانة حاجات ايه؟ شايف دي؟ دي ليك فيو شايفك ان الصحر ازاي سنة الفين واثنين؟ شايف القطاع التاني في منطقة الخدمات بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي؟ وشايف القطاع التالت والرابع؟ شايف كل القاهرة جديدة كتعملة ازاي بس من تسعتاشر سنة؟ وانت كنت نايم؟ ما كانش فيها دوبة غير الرحاب اللي ابتدت شوي اهو والتجمع الاول ياه ده المنزر فعلا من عشرين سنة او تسعتاشر سنة كان فاضي خالص وما ليه فطوطة؟ استنى وهوريك حاجات تانية كتير شايف؟ كان يدبك القطامية هايتس والتجمع التالت كله كان فاضي وكان اصفر تعال شوف بقى في الفين وستة ايه اللي حصل؟ شايف بقى التجمع الخمس في الفين وستة حصل له ايه من الفين واثنين لالفين وستة؟ الدنيا تغيرت خالص تجمع الخمس بقى حكاية بس لسه برضو مازاي النهارده؟ شوف النهارده بقى ازاي؟ النهارده بقى كله اخضر نتفرج مع بعض كده على شوية صور لشارعة التسعين النهارده بقى عامل ازاي؟ وكمية البنوك والشركات اللي موجودة فيه بنك بلوم، بنك البركة، دماثر المجوهرات، أبازا، أوتو تريد، شركات كتيرة هتتفرجوا معايا دلوقتي طبعا الصورة دي كانت للتجمع الخامس، يعني الصورة دي من شارعة التسعين بس ناحية بس على التجمع الخامس نفسه وعمراته وفلاته ومبنيه ده الوضع دلوقتي في شارعة التسعين اللي مايعرفش يعني اديكو عرفته الصور اللي شفتوها دلوقتي تقدروا تشوفوها على الطبيعة ده وانت سبت الدير ودخلت في شارعة التسعين كده في القاهرة الجديدة هيبقى على شمالك طبعا كايرو فيستيفل وانت داخل كده وعلى يمينك مساكن التجمع الخامس بعد كده هتلاقي حاجة اسمها الداون تاون بتاع التجمع الخامس كل منطقة الخدمات دي منطقة كبيرة جدا المنطقة دي طولها حوالي 2.5 كيلو عرضها اكتر من نص كيلو مليانة كمية بنوك وشركات على اعلى مستوى ومحلات ومولات ولسه جاري انشاء حاجات تانية كتيرة فيها لاحظ كمان ان كمية العربيات اللي بتركن هنا كمية عربيات خرافية ده يدل يعني على ارتفاع المستوى المكان ده جدا 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 منطقة بيزنس كبيرة اوي يعني بعد ما بتخلص التجمع الخامس كده بشوية انت ده بقتي دخلت يعني انت في القاهرة الجديدة يا جماعة القاهرة الجديدة دي مدينة كبيرة جدا التجمع الخامس ده جزء منها خلاص فيه طبعا التجمع الثالث في الجنوب هنا وفيه الجامعة الالمانية هنا هتعدي بعد كده على ليج فيو الكمباوند الكبير ده اسمه ليج فيو وبعد كده بتمشي تاني في شرعة التسعين فيه منطقة خدمات جديدة هنا اللي هي القطاع التاني منها بعد كده منطقة خدمات التالتة والربعة وبتدخل على جامعة المستقبل وبورتو نيو كايرو بعد كده بتبدأ في اللفة دي لان الجامعة الامريكية بتبقى على يمينك هتفود الجامعة الامريكية وتوصل لغاية هنا في الميدان ده تقريبا اسمه ميدان اعمار بعد كده هتجي جداخل كده هو يعني هتجي لافف كده في الصينية دي وتدخل كده علشان توصل لمحور محمد بن زايد وعند محور محمد بن زايد يبقى انت كده عدية اللوتس كمان انت هتمشي على طول هتلاقي مشاريع لبالمهيلز وليان وكمباوندات كتير على يمينك وعلى شمالك بعد كده هتلاقي نفسك دخلت في الصحرا بس فيه شارع عريض خالص هنا بتعمل اسمه شارع النوادي لان فيه هنا كمية نوادي كبيرة نوادي الجزيرة والصيد والأهلي والشرطة الاربع نوادي دولها هيتعملوا في الحتة دي بس الاربع نوادي دولها هيتعملوا في الحتة دي اللي طلع حوالي اتنين كيلو او اتنين وشوية بعد كده بتدخل على المنطقة الى احنا عايزين نتكلم عنها النهاردة اللي هي منطقة بيت الوطن يمكن انا اتأخرت في الفيديو ده لان بيت الوطن الناس بتسمع عنها من بدري بس اللي لاحظتوا انها لسه لسه الناس بتدت تقسمها وتشتري فيها وتبني فيها اهو زي ما انت شايفين عموما هي بتتقسم ازاي بيت الوطن حي اول حي تاني حي تالت حي رابع حي خامس حي سادس حي سابع حي تامن هتلاحظ ان الاحياء الفردية من الناحية الشرقية والاحياء الزوجية من الناحية الغربية وبيحيد بينهم منطقة اسمها الview zone هتبقى منطقة خضرة زي الوادي الاخدر اللي في العاصمة الادارية هنا اللي بين محوري زايد الشمالي وزايد الجنوبي يبقى ده محور زايد الشمالي في العاصمة الادارية وده محور زايد الجنوبي وده الدائر الاوسط يا جماعة خلاص وده المسار اللي هيمشي فيه المونوريل او شارع محور بنزايد برضو هيمشي فيه المونوريل ده بقى مسافلة خلاص وممتاز جدا شايفين الاراضي لسه ها الحق خدلك حتة هنا لان الدنيا بتادت تتبني اهو وبتادت تحلو طبعا المكان ده هيبقى وريب جدا شبه الكمبوندات والحاجات اللي احنا بنشوفها هنا ليه هيبقى زيها ومميزاته اهم ميزة فيه هي موقعه لان الانشاءات اللي اتعملت في السنتين ثلاثة اللي فاته خلت المكان ده بعد مكان محدوف كده في الصحر الشرقية الواحده لأ ده بقى حوالي حاجات كتيرة جدا جمدة جدا حوالي ايه؟ حوالي ما دنتي حوالي العاصمة الادارية الجديدة جنبه اهو طريق دائرة الاوسط كمان من اهم الحاجات الملاسقة لبيت الوطن في التجمع الخامس جنبك كمان الرحاب والقرنفل بالمهيلز ليان كنبوند هنا تبع القوات المسلحة هيبقى جنبك على طول فانت جنبك حاجات كتيرة عندك كمان منطقة جديدة هنا اسمها نورس هاوس او شمال الحي الاول المنطقة دي على طريق السويس تعتبر خلي بالكم فين طريق السويس؟ هو ده الاحمر ده هو ده طريق السويس خصوصا بعد ما توسع وتغير مكانه في الحتة اللي هي شمال الرحاب كان طريق السويس ماشي كده في الجزء ده اللي هو شمال الرحاب لكن في الحتة دي خلوه يمشي كده وعدوا بيه المنطقة العسكرية دي عموما فيه منطقة هنا اسمها شمال الرحاب ادي الرحاب اها منطقة شمال الرحاب قرب طريق السويس كده على طول وجنبك هنا حديقة الاسرة حديقة ممتازة خلاص المنطقة دي لها مستقبل ممتاز جدا دي منطقة مقابر فمحدش غالبا رد يعمل هنا يعني كنباوندات او حاجة فهنا كمان شامير الحي الاول او نورس هاوس دي جنب طريق السويس على طول ملاصقة لطريق السويس هيعمله هنا كنباوند كبير اسمه هيليو بارك برضو او مدينة كبيرة اسمها هيليو بارك هيبقى جنبك هنا مونتن فيو بيتعمل باوم هيلز بيتعمل هنا دي هاية استشعار عن بعد موجودة على طريق الدائر الاوسط فحاجات كتيرة هنا الكمباوند ده بتاع شركة باتيو اسمها وده المسجد الفتاح العليم اللي في العاصمة الادارية الجديدة هيبقى جنبك برضو عضف لده كله ان فيه ميزة ممتازة جدا المونوريل المونوريل هيجي من التسعين الجنوبي كده ويدخل كده ويعدي جنب الجامعة الامريكية واعمار ويطلع كده تاني ويمشي كده واحنا شرحنا مسار المونوريل في فيديو قبل كده كل الحاجات دي هتخلي من المنطقة بتاع بيت الوطن ودامها مستقبل هيل هي ان شاء الله في خلال 3-4 سنين هتلاقي ده كله بقى حاجة ممتازة فهي دي الحصان الرابح النهاردة في الاستثمار في منطقة بقى جنوب محور بن زايد المنطقة اللي هي دي سيتي جيت سيتي جيت دي عبارة عن مشروع قطر يعمل شركة الديار القطرية فالمشروع كان موقوف من 2017 بسبب الخصوم اللي حصلت بين مصر وقطر لكن المشروع هيرجع يستمر تاني ويشتغل وهيبقى حاجة رائعة جدا ان شاء الله بعد المصالحة اللي حصلت بين مصر والدول العربية او وقطر فزي ما انت شايفين في مستقبل كبير للمنطقة دي كمان في منطقة تانية هنا اسمها النرجس الجديدة النرجس القديمة ملاسقة لشرع التسعين والمحور محمد نجيب والمحور ده كمان اسمه محور طلعت حرب النرجس هي جنبها هنا مستثمرين جنوبية هنا النرجس هنا التجمع الخامس وهنا النرجس الجديدة دي اسمها النرجس الجديدة دي برضو تقسمت قدامها مستقبل ممتاز جدا جدا دي جنبها الجامعة الالمانية كمان هنا على طولها دي الجامعة الالمانية فدي مناطق قدامها مستقبل هايل جدا اشتركوا في القناة 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 عند الحي الثامن والسادس جنبك كمان الرحاب كل الحاجات دياتي بتدي للموقع دواتي اهمية حيلة جدا ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة شكرا لكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة